اكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء انه في اطار الاهمية الكبيرة التي توليها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر للطاقة المتجددة وضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تتابعها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العالى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء فان المملكة تهدف الى تحقيق مئتين وخمسين ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام الفين وخمسة وعشرين ما يتيح مجالا واعدا للاستثمار في الطاقة المتجددة بكافة مصادرها بالشراكة مع القطاع الخاص وقال الوزير ان المشروع الاكبر لانتاج الطاقة الشمسية في مملكة البحرين هو محطة مركزية بسعة مئة ميجاوات في جنوب مملكة البحرين حيث تعتزم الحكومة التوقيع على اتفاقية شراء الكهرباء المنتجة باتباع نظام الانتاج المستقلة وتقوم اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع باشراف من اللجنة التنسيقية بعقد اجتماعات مكثفة مع الشركة الاستشارية لمناقشة الامور الفنية للمشروع كما انه من المؤمل ان يتم توقيع اتفاقية الشراء مع الشركة مع الشركة المطورة والاطراف المعنية بحسب التزاماتها التعقدية نهاية العام الحالي اشتركوا في القناة